موسيقى كشفت شركة ساوند انرجيا البريطانية المكلفة بتنقيب عن الغذ والنفط في بياننا اليوم الاثنين أنها حصلت على موافقة وزارة الطاقة والمناجمة والبيئة المغربية لبناء وتشغيل خط أنبيب الغذ بمنطقة سندرارا الرابط بين المملكة وأوروبا وأعلنت الشركة حصول تقدم في مشروع تصدير الغذ المغربية بعد موافقة الحكومة المغربية على تقييم الأثر البيئية وهو دراسة تظهر الأثر البيئية للمشاريع وتمنح السلطات القرار النهائي بالموافقة أو إيقاف المشاريع التي قد تهدد البيئة وأضافت الشركة أن خط أنبيب الغذ الذي ستشغله يبلغ طوله 120 كم وثوف يمر بجماعة امتارجا التابعة لإقليم في جيغا وجماعة امريجا التابعة لإقليم جرادا للوصول إلى أوروبا وأشرت الشركة إلى أن المفاوضات مع الحكومة مستمرة ويثرها الآن أن تعلن التوقيع على تعديل مذكرة التفاهمة الملثمة مع المكتب الوطني المغربية للكهرباء والماء الصالح للشربة من أجل تمديد فترة المفاوضات النهائية حتى الـ 31 مارس المقبلة تداولت مواقع تابعة لجبهة البوليثاريو مقاطع فيديو والثور لما قالت إنه قيام نشطاء الجبعى المعتصمين بمعبر القرقريات بمحاولة منع المشاركين في الثباق أفريكا كورايث من العبور من المعبر في تجاه موريتانيا كما أظهر دات المقاطع والثور مواثلة القوة التابعة للمينورثو تمركزها بالمنطقة لمراقبة الوضع حيث شهد أفراد تابعون للبعتة وهم بصدد تنظيم مرور المشاركين في الثباق وتسهيل مرورهم في اتجاه الأراضي الموريتانية وذلك في إطار جهودهم لتجنب أي تصعيد قد يساهم في توثير الأجواء بالمنطقة وكانت إدارة رالي أفريكا كورايث قد أكدت صباح اليوم الاثنين أن المشاركين انطلقوا في الساعات الأولى من صباح اليوم من الداخل صوب معبر القرقرات للمرور من هذه المنطقة الحدودية واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها والتي قالوا أنه تم تبسيط وخصيصا للمشاركين في الرالي لتسهيل مرورهم نحو موريتانيا يشار إلى أن مجموعة من النشطاء المواليين لجفة البوليساريو قد قاموا أول أمس الثبت بإغلاق الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودية القرقرات احتجاجا على اعتزام رالي أكورايث المرورة عبر المعبر في اتجاه موريتانيا وذلك بتزام مع تهديد إجابة البوليساريو باستخدام جميع الوسائل للرد على الرالي الذي وصفت مروره عبر معبر القرقرات بالاستفزاز والعمل المذاذ للاستقرار فيما دعت الأمم المتحدة إلى الالتزام بأقصى درجات الأتدال والتخلي عن أي توتر عند معبر القرقرات مشددة على أنه من المهمة الثماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن بالمنطقة العازلة وبعد مرورهم بمعبر القرقرات أكدت إدارة رالي أفريكا إكورايث أن اجتياز المشاركين في الثباق من المعبر الحدودية القرقرات بالعقليم الجنوبية للمملكة المغربية في تجاه موريتانيا مرة في ظل ظروف طبيعية مشيرة إلى أن المشاركين عبروا عن كامل الرضا عن التنظيم الجيد لهذه النسخة وأشرت الإدارة إلى الاحتجاجات التي نظم نشطاء موالول جباة البوليثاريو وصفة إياها بأنها مجرد أفعال مقلقة معذولة تقوم بها مجموعة قادمة من الجزائر لم يكن لها أي تأثير على حسن ثير هذه المنافسة بعد افتتاح كل من دولتي جذر القمر وغامبيا لقنصليتيهما في مدينة العيون والداخل المغربيتين تعتذم دولة تأثير على النهج نفسه من خلال افتتاح قنصليتنا بعاصمة السحراء المغربية وكشفت مصدر متطابقة أن دولة القابون ستحدو حدوى كل من جذر القمر وغامبيا حيث من المتوقع أن تفتسح قنصليتها بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية وتجمع القابون بالمغرب علاقات صداقة متينة ويدعم هذا البلد الوحدة الترابية للمملكة وأشرت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن تضاف إلى هذه الدولة الأفريقية دولة الرابعة في المستقبل القريبة ويحتمل أن تكون جمهورية أفريقيا الوسطى يشار إلى أن المغرب يقود داخل الاتحال الأفريقية حملة لكشف خداع ما يسمى بالجمهورية الصحراوية وهي جبهة وهمية لا تملك أردا ولا شعبا ولا تتوفر على السيادة وتعد دميا في يد النظام العسكرية الجزائرية بهدف زعزعة استقرار المغرب موسيقى فيما يبدو أنها ضغوط سياسية مورثة من قبل حكومة جنوب أفريقيا على اللجنة التنفيذية لكرة القدم في هذا البلد اتخذت هذه الأخيرة قرارا بإلغاء مشاركة فريقيا في بطولة كاث إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي ستحتضنها مدينة العيون كبرى حوادر الصحراء المغربية ويأتي هذا القرار في إطار المواقف العدائية المتواصلة لجنوب إفريقيا لمصالح المملكة وانحياذها الكامل لأطروحة البوليسار والجزائر بخضوع نزع الإقليمي حول الصحراء وهي المواقف التي ظلت تعيق تطوير العلاقات بين البلدين رغم المبادرات المغربية ومحاولات تطبيع العلاقات ومد جسور التعاون بين البلدين يشار إلى أن مدينة العيون على موعد بداية هذا العام مع احتضان بطولة كاث إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة وذلك بعد أن قرر المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف منح مدينة العيون شرف تنظيم هذه التداهرة القارية بعد استجابتها لدفتر التحملات الذي وضعته الكاف من أجل الضفر بتنظيم مثل هذه التداهرة القارية وهو ما يعكث الثمع الرياضية التي باتت تتمتع بها المدينة على المستوى الوطني والقاري والدولي بفضل الأشوار الكبيرة التي قطعتها في سبيل تطوير التجهيزات والبنيات الأساسية الرياضية والتي تضاهي كبريات المرافق والبنيات الرياضية الوطنية والعالمية تاريكان الشارع يغلي في باليث ونواحيها وفي خدم الثراع الدائر في الشرق الأوسط بين طهران وواشنطن ووسط الزحمة الأجندات الدولية تترقب الريباط زيارة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو خلال فبراير المقبلة وهي الزيارة الثالثة من نوعها التي تقود إلى المغرب واخترى الرئيس الفرنسي أن يبرمج لقاء رسميا مع الملك محمد الثالث في الثاني عشر فبراير المقبل وفقا لما نقلته مجموعة من المنابر الإعلامية وتأتي هذه الزيارة لتكثر ثلثة من التأجيلات إما بسبب أجندات دولية أو لغياب ترتيبات البروتوكولية الممكن للقيام بالزيارة المنتدرة ونقلت مصادر إعلامية أن ماكرون سيذور المغرب لإقناع الريباط باختيار مجموعة ألستومة الفرنسية لصناعة القطارات فائقة الصرعة لإنجاز الشر الثاني وتتخوف فرنسا من تفضيل المغرب العرض المغري الذي قدمته الصين من خلال المجموعة الصينية المحدودة للثكك الحديدية خاصة أن المملكة تراهن بقوة على الخط الثكاكي السريع الذي سيربط بين مدينة مراكش وأغادير وتعرف العلاقات المغربية الفرنسية نوعا من البرود الديبلوماسية إذ لم يجتمع وزير الخارجية الفرنسي بنظره المغربية خلال الاجتماع الرئيسي متعدد الأطراف بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين ويرى الإعلامي المقيم في باريز مصطفى الطوصى أن هذه الزيارة المرتقبة ستكون مناسبة للتأكيد على جودة واستثنائية العلاقات المغربية الفرنسية في عهدي الرئيس مكرو والملك محمد الثالث لافتا إلى أنها ستؤثر بالجو الإقليمي والدولي المرثوم بالأزمات ويشير المحلل السياسي في تصريحة إلى أن الأزمات الدولية لها نعكاثات مباشرة على المملكة كبلد قوية في شمال إفريقيا وعلى فرنسا كدولة الرائدة في الاتحال الأوروبية متوقفا عند الأزمة الليبية التي تأتي في مقدمة الملفات التي تهدد بانفجار قريب في المنطقة مع التدخل العسكرية التركية وأردف الطوثة بأن المغرب وفرنسا يرفضان التدخل التركي في ليبيا وزاد الزيارة المقبلة لماكرون ستكون مناسبة للتأكيد على هذه المقاربة الدبلوماسية لطرفين مبرزا أن إشكالية محاربة الإرهاب وعدم الاستقرار في دول الساحلة تتصدر المشاورات بين باريس والرباط ولم يغفل المحلل ذاتها الوضع في الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقال إن هذه الزيارة تأتي في جو من التصعيد الأمنية والاستخبارة بين طهران وواشنطن وزاد موضحا بما أن فرنسا والمغرب لهم مصالح مشتركة في الشرق الأوسط فإن المباحثات ستركز على الوضع في المنطقة وإسترسل الباحث داتي بين الرباط وباريس سيبحثان الخلاف في ليبيا مع تجديد دعوتهما إلى تجاوز الحل العسكرية لأن الحل السياسي والمدالة الأممية في غالب الأزمات هما الوصفة الوحيدة لتفادي الحرب الشاملة والمفتوحة